سيد تطرقنا قبل قليل إلى موضوع بكاء النبي صلى الله عليه و آله عند مولد الإمام الحسين هل كان ذلك مختصا بالشيعة و تبشيره بهذا المقتل في الحقيقة الرواية أو الروايات في هذا المجال كثيرة جدا و هي مروية في الكتب الصحيح للطائفتين أو الفريقين مثلا في المستدرك عن الصحيحين للحاكم النسابوري يقول دخلته عن الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة فقال ما هو قالت إنه شديد يعني حلم ما أقدر أذكره شديد كان قال ما هو قالت رأيتك أن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله رأيتي خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فيكون في حجرك فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله ثم تقول فدخلت يوما على رسول الله فوضعته في حجره الحسين نعم ثم حانت مني التفات شوية التفتت فإذا عينا رسول الله تهرقين من الدموع دموع تيبكي نعم فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما بالك شو نصغير تبكي قال أتاني جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا فقال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء وقال الحاكم في هذا الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأيضا عن أم سلمة أن النبي قال يعني رواية مروية عن عائشة وعن أم سلمة أن النبي قال لأحداهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها ملك عظيم من ملائكة الله نعم فقال لي أن ابنك هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك تربة الأرض التي يقتل بها فأخرج تربة حمراء وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبيه أنه سار مع علي أبو هذا الرجل عبد الله نجي يقول سار مع علي وكان صاحب مطهرته كان الشيء الشيء اللي الإمام علي توظى به فلما حاذ نينوى يعني الإمام علي في طريقه إلى صفين مر بكربلة نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي أصبر أبا عبد الله أصبر أبا عبد الله أصبر بشط الفرات قلت وماذا شون هذا الكلام إل من ده تحتي قال دخلت على النبي الإمام علي نعم وهذا حديث من مسند أحمد بن حنبل دخلت على النبي ذات يوم عيناه تفيضان فقلت يا نبي الله أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من عندي جبرائيل قبل قبل شوي يعني فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات فقال هل لك إلى أن أشمك تربته قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أنفاضتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن الغيب والغيب ليس فقط عالم البرزخ والموت والقيامة والجنة والنار ما سيحدث لهذه الأمة وكثيرة هي الروايات التي يتحدث النبي فيها عن الغيب بالنسبة